فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله الطريق الأول أنه من طريقين لا تجوز موافقة في عيادهم هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم نعم العيد إذا كان مشابها لعيد الكفار من أهل الكتاب وغيرهم فكما سبق أن فيه مفسدتين مفسدة الأولى المشابهة وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فو منهم فهذا يدل على تحريم المشابهة ومن ناحية أنه بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمن أحدث عيدا ثالثا للمسلمين فإنه قد ابتدعى في دين الله فإذا كانت هذه البدعة موافقة لما عليه الكفار كان ذلك محرما من وجهين وجه المشابهة هو وجه البدعة ترجمة نانسي قنقر